العمليات على المصفوفات أولا جمع وطرح المصفوفات لكي يتم جمع أو طرح أي مصفوفتين لابد من توفر الشرط التالي وهو أن تكون المصفوفتين من نفس الترتيب أي إذا كان لدينا مصفوفتين A و B وأردنا أن نجمع أو نطرح المصفوفتين لابد أن يكون عدد صفوف المصفوف A مساوي تماما لعدد صفوف المصفوف B وعدد الأعمدة في المصفوف A يكون مساوي تماما لعدد الأعمدة في المصفوف B أي المصفوفتين من نفس الترتيب إذا تحقق هذا الشرط يمكن الجمع أو الطرح لأي مصفوفتين أو لأي عدد من المصفوفات أما إذا لم يتحقق هذا الشرط لا يمكن الجمع أو الطرح للمصفوفات على سبيل المثال إذا كانت المصفوفات A و B و C فأوجد A زائد B و A نقص B وهل يمكن إيجاد A زائد C وB نقص C ولماذا الحل رقم واحد إيجاد A زائد B قبل عملية الجامع ننظر أولا هل المصفوفتان من نفس الترتيب أم لا نجد أن المصفوفة A هي مصفوفة من الرد 3 في 2 والمصفوفة B من الرد 3 في 2 أيضا المصفوفتان من نفس الرد 3 وبالتالي يمكن الجامع يتم عملية الجامع بجمع كل عنصر من عناصر المصفوفة A مع نظيره من عناصر المصفوفة B وزالة كمالي يتم جمع العنصر A1-1 اللي هو 2 في المصفوفة A مع A1-1 في المصفوفة B وهو سالب 3 أي 2 سالب 3 يسوي سالب 1 ثم نقوم بجمع العنصر A1-2 في المصفوفة A مع A1-2 في المصفوفة B ثلاثة زائد صفر يساوي ثلاثة ثم نقوم بتكرار هذه العملية لكل عنصر من عناصر A مع نظيره من عناصر B وهكذا أي 3 زائد 7 يساوي عشرة 6 زائد 6 يساوي 12 4 زائد 1 يساوي 5 1 زائد 2 يساوي 3 وبالتالي تنتج المصفوفة من عملية الجام أو المصفوفة النتجة من عملية الجام هي مصفوفة أيضا 3 في 2 تأخذ نفس الترتيب رقم 2 لكي تتم عملية طرح المصفوفتين A وB A-B ننظر أولا إلى ترتيب المصفوفتين المصفوفة A من الترتيب أو من الردبة 3 في 2 والمصفوفة B أيضا من الردبة 3 في 2 المصفوفتين من نفس الردبة وبالتالي يمكن إجراء عملية الطرح نقوم بطرح كل عنصر من عناصر A مع نظيره أو من نظيره من عناصر المصفوفة B كمالي نقوم بطرح العنصر A1-1 في المصفوفة A من نظيره A1-1 في المصفوفة B أي 2 سالب سالب 3 يساوي 5 وA1-2 في المصفوفة A مع نظيره في المصفوفة B 3 ناقص 0 يساوي 3 كما نقوم بطرح باقي العناصر من عناصر المصفوفة A من نظائرها من عناصر المصفوفة B كمالي 3 ناقص 7 يساوي سالب 4 و 6 ناقص 6 يساوي 0 و 4 ناقص 1 يساوي 3 1 ناقص 2 يساوي سالب 1 رقم 3 A زائد C إذا نظرنا إلى المصفوفتان A والمصفوف C نجد أن المصفوفتان مختلفتان في الترتيب وبالتالي شرط الجمع غير متحقق وبالتالي لا يمكن إجراء عملية الجمع وبالنظر إلى المصفوفتان B و C نجد أن المصفوفتان أيضا مختلفتان في الترتيب وبالتالي شرط الطرح غير متحقق وبالتالي لا يمكن إجراء عملية الطرح أي لا يمكن إجراء عملية الجمع A زائد C وإجراء عملية الطرح بينقصي لأن المصفوفتان A و C مختلفتان في الترتيب كما أن B و C أيضا مختلفتان في الترتيب خصائص جمع المصفوفات الخصائص التي تتحقق في عمليات الجبر العادي تتحقق أيضا عند جمع أو طرح المصفات ومن هذه الخصائص أولا خاصية الإبدال إذا كان لدينا المصفتان A و B وكان لهم نفس الترتيب فإن A موجب B يساوي B موجب A أي أن عملية الجمع أو عملية طرح عملية إبدالية خاصية الترافق إذا كان لدينا المصفات A و B و C وكان لهم نفس الترتيب إذن A زائد B زائد C يساوي A زائد B زائد C